موسيقى مساء الخير تدرك ثورة الأرز أن أطفال الحجارة يصنعون مجدا فقررت المواجهة بهم وعبرهم ودفعهم إلى منصة البيال التي ملت قادتها في مثل هذا اليوم قبل عام واحد كانت الثورة قد بدأت مرحلة التعري فأنقذها سعد الحريري بموقعة الشلح الشهيرة واليوم استقدمت قوى الرابع عشر من آذار عنصر الشباب لتقطية العراء لكن بأي أدوات يحاربون بابن الجنوب الذي طرد من أرضه بقوة سلاح حزب الله ولم يكسر مزراب العين بأي إشارة إلى السلاح الإسرائيلي الذي دمر الجنوب واحتله عشرين عاما أم بابنة اللواء سام الخطيب وزير داخلية عام 92 الذي أشرف على انتخابات سورية المنشأ والقانون أفرزت طبقة حكمت واصطعصت وقطعت فيها الكهرباء في أثناء الفرز وجاءت بنواب الأربعين صوتا والأهم أنها شهدت على أهم مقاطعة مسيحية في تاريخ البلاد هي بعض الأسماء التي تجدد شباب الثورة اليوم وتمحو شيبها وبتصفيق كسرت من خلاله قاعة البيال الرقم القياسي الذي كانت قد سجلته قاعة مجلس الشعب السوري تأييدا لآل الأسد من الراحل إلى الحالي هذا الفوز نكسه غياب نائب طرابلس السابق لياس عطلة حيث لم يفلح القادة الروس والأمريكان من إقناعه بالحضور لكن ملاكه كان حاضرا بتسجيل مصور يعوض عن الخسارة الجماهيرية وفيما لم يكن منتظرا مشاركة الزعيم وليد جومبلاط فإن الصحفي حاجي جورجيو تقمس الدور بعدما تتلمذ على يد الصديق مروان حميدي فقيد البيال الأول هو الرئيس سعد الحريري الذي حرم الحضور حتى من إطلالة عبر الشاشة واكتفى بمرقية إلى من تهمه المناسبة وذكر إن نفعة الذكرى وفي برقيته طمأن الحريري إلى أن اللبنانيين لن يرضوا للجمهورية اللبنانية أن تقع رهينة أي وصاية أخرى والثغرة الوحيدة في هذا التصريح أن الحريري ما عاد في الجمهورية اللبنانية وأنه وقع رهينة انتظار تهالك النظام السوري غياب الحريري أعوضته القوات وابتسامات سمير جعجع لمواقف ميش دياق التي غمزت من قناة البطريار كبشار الراعي ملاق ارتياحا من قائد القوات انتهى الخطباء من آداء المهمة فتجدد شباب النائب بطرس حرب وبكامل شعره الذي لا يعلوه الشيب أبدا قرأ الوثيقة السياسية لثورة السنوات السبع غادروا القاعة تحت المطر بخلاف شمس الرابع عشر من آذار عام 2005 التي لا يكررها التاريخ انتهت الذكرى بأقل الأضرار الممكنة بعدما انتقدت السوري وتأهبت على اللبناني وسلاحه ولم تبكي على ماضيها وعلى ثورتها التي ما عادت زي ما هي ولن ترتفع لها سماء تحت أي لون كان سلاح الداخل لم يخدم معارك ثوار الأرز فاستحدثت معركة مع البطريارك الماروني لمجرد قوله بعروبة الكنيسة واعتقاده بأن في الدول العربية أكثر من نظام بعث مواقف استدعت حملة من سمير جعجع على سيد الصرح الذي سنده كل من رئيس الجمهورية والعماد ميشيل عون ودعم مواقفه الوطنية لكن لماذا يخوض جعجع تلك الحرب على رأس الكنيسة باختصار لأن الفريقين من مدرستين مختلفتين الراعي يمثل الفاتيكان في السعي لمنع تهجير المسيحيين وسمير جعجع يهجرهم